وتحليلاً لهذا الموضوع معي عبر الهاتف الأستاذ عادل عبد الفتاحة الخبير الاقتصادي أستاذ عادل تحياتي وأهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك يعني فكرة التخارج ووثيقة ملكية الدولة أدت طبعاً إلى نشاط جيد في البرصة المصرية خلال الفترة الماضية وفكرة تخارج الحكومة من المشروعات ودخول القطاع الخاص بدلاً منها كانت بشكل ما داعمة للبرصة المصرية في تصريحات رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كان له عدة تصريحات ربما نعيدها على مشاهدين بعد قليل ولكن يعني هناك قال أن هناك أولوية لأربع قطاعات في عملية الطرحات أنها خلال الفترة الماضية حققت البورصة أو الدولة خمسة وستة من عشر مليار دولار من خلال تخارج الجلي أو الجزء من عدد أربعة عشر شركة وثيقة ملكية الدولة والطرحات في البرصة المصرية كيف ترى حتى الآن؟ الحقيقة دعنا نعلق على المؤتمر في الصحف النهاردة الحقيقة ما تم الاتفاق عليه النهاردة ما بين حكومة وما بين مجموعة قطاع خاص مجموعة وطنية إقليمية متخصصة في مدارة التنادق يجب أن يكون مثل يحتوي أفضل ما أعجبني اليوم ما فينا تلوى البيان الاتفاق هو أن الشركة القطاعات ستحصل على مدى إيه؟ على تسعة وثلاثين في المية مع كامل الحق في الإدارة النقضي نجد أن نركز عليها بشدة لأن إحنا ذكرنا كثيرا جدا أن الحكومة غير ناجحة في الإدارة على الاتفاق وهذا ليس أو بتحديدا أي حكومة في العالم هي غير ناجحة وما فيش حد في العالم بيعمل ده حضرتك سبقتيني لأن هذا ليس عيبا في الحكومة المصرية بالذات ولكن على مستوى العالم كله الحكومات غير ناجحة في إدارة الاتفاق طبعا مشاركة القطاع الخاص بهذا الشكل وأن النسبة حتزيد مع الوقت حسب الاتفاق إلى واحد وخمتين في المية أنا أستطيع أن أؤكد لسيادتك من الآن ولجمهور الشعب المصري اللي بعض الأسئلة اللي فيه سؤال قال هيعود إيه على المواطن المصري من هذا الاتفاق أستطيع أن أؤكد أن عائد التسعة واربعين في المية اللي هتكون متبقية للحكومة المصرية بعد إتمام الاتفاق هتكون أضعاف عائد التشغيل فين تكون المجموعة مملوكة بالكامل مئة في المية إلى الحكومة المصرية نعم ده طبعا لأن القطاع الخاص متخصص وأحسنت الحكومة بشكل كبير جدا إنها أتمت هذه الصفقة قبل أن تدخي استثمارات في تطوير هذه المجموعة من القنادق لأن القطاع الخاص أولى بها وهو أدرى بما تحتاجه هذه الصناعة طب هل ده بينطبق على جميع الطرحات الأخرى أو على جميع المشاريع نقدر نتكلم المشروعات المختلفة في قطاعات تانية يعني مدبولي قال النهاردة أنا في أربع قطاعات هيكون لهم أولوية وكان تحدث أمس ويمكن مع الدكتور خلد عبدالغفار على فكرة دخول للقطاع الخاص للتأمين الصحي للقطاع الصحي ولقطاع المدارس أو لقطاع التعليم والجامعات وغيره فكرة الإدارة هنا يا فندم ما يتم اليوم أنا قدمت لحضركم ما يتم اليوم نعم مثال أتمنى أن يهتزى به دائما على الحكومة أن يقتصر دورها على الأشياء السيادية حالات السيادية والتي تخص أمن القوم غير كده أي قطاع استثماري تشارك القطاع الخاص ولو يكون له الحصة الحكمة فتعطيه الإدارة الكاملة الموضوع ده أنا في تقديري نحي كله أثر كبير جدا على المدى المتوسط والطويل على جميع القطاعات ما أتمناه إن شاء الله أن يكون فيه مع الوقت إصراع في هذه العمليات مشاركة مع إعصاء القطاع الخاص الإدارة طبعا المتخص الإدارة الكاملة في ذلك طيب سازعادل متى نرى الطروحات الحكومية التي طالا تظاروها ويمكن كل العاملين في البورصة والمستثمرين أيضا بعلهم كتير مستنيين هذا وإن كانت بعض التصريحات الأخيرة تدل على أن الطروحات ستكون طروحات لمستثمر استراتيجي أو مستثمر رئيسي زي ما بنقول ولن تكون للعامة لكن طبعا بعد كده بيتم تدول بقى الأسهم بشكل آخر يعني أكيد الحندم طبعا مستثمر الستراتيجي أو مستثمر رئيسي شيء هام جدا مع ترح حصة العشرة في المية ولتكن عشرة في المية في البورصة ده بيدي لعمليات الخاصة بيدي طبعا نشاط ورونة في البورصة اللي احنا دايما كل العالم برده بيقول انها مرألة نعم فأعتقد ان احنا ان شاء الله طبعا قلنا عارفين ان ربما بعض العوائق في عمليات المسارعة في عمليات الخاصة هي العملة الصعبة بوجود سعرين دي الدولار في السوق المصري انها مع طبعا تدريجيا ان شاء الله مع ضخ احنا تمينا النهاردة انها هيتم ضخ 882 مليون دولار في هذه الصفقة هذه الصفقة وغيرها بتؤدي تدريجيا ان شاء الله الى حل حلت وحل مشكلة ندرس الدولار وبالتالي توفره بشكل طبيعي وبالتالي ده هيساهم بشكل كبير جدا في اتمام عمليات الخاصة بشكل يرضى عنه الكامير نعم انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عدل عبدالفتاح الخبير الاقتصادي